هناك فرق من يشرك مع الله ومن يعبد ذلك الشخص ويعتقد أنه يصرف الأمور فكلاهما داخل في الشرك ما هو المقصود بتوحيد الربوبية؟ هو توحيد الله بأفعاله وأفعال الله كثيرة مثل إيش؟ الخلق، رزق، الإحياء، الإيماتة، تدبير، الأمر، الملك، النفع، الضر، والشفاء كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى فيجب أن توحد الله بأفعاله أي بربوبيته بأن الله هو الخالق والرازق والمحي والمميت ولذلك حال المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله فهم يعلمون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت لكن هذا لم ينفعهم ولذلك جاء أيضا في آية أخرى فإذا ركبوا في الفلك إيش؟ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر إذا هم يشركون انظروا في وقت الشدة كان الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا نزلت بهم النازلة أو أمر أو خوف لجأوا إلى الله ووحدوا الله ولكن إذا ذهب عنهم ذلك الخوف أشركوا بالله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر إذا هم يشركون ولكن مشرك أهل هذا الزمان أشد شركا من أولئك لماذا؟ لأن مشرك أهل هذا الزمان يشركون مع الله في الشدة وفي الرخاء في الشدة مشركوا ذلك الزمان كانوا يلجأون إيش؟ مشركوا ذلك الزمان في عهد النبي يلجأون إلى الله إلى الله لكن مشرك هذا الزمان إذا صابتهم المصيبة قالوا يا فلان قاموا يدعون من يعتقدون بهم سواء من الأولياء أو من العباد أو من الصالحين أو من غيرهم فهم حتى في الشدة يشركوا مع الله سبحانه وتعالى أغثنا المدد المدد يا فلان يا كذا يا بدوي يا غيرها من الأسماء التي يلجأون إليها في الشدة وكذلك يشركون في الرخاء فيأتون إلى تلك الأضرحة ماذا يحصل؟ يطوفون حولها ويتقربون لأصحاب تلك القبور ويعتقدون بأنهم ينفعون ويضرون مع الله هناك فرق من يشرك مع الله ومن يعبد ذلك الشخص ويعتقد أنه يصرف الأمور فكلاهما داخل في الشرك هذا أشرك مع الله وهذا كذلك أيضاً ظن بأن هذا المخلوق الضعيف أنه عنده القدرة على الإحياء وعلى الإيمات وعلى غيرها فيكون أيضاً هذا قد وقع في الشرك لذلك أيها الإخوة من الإيمان كما ذكرنا أصول إيمان الإيمان بالله فالإيمان بالله يتحقق للعبد بأن يكون موحداً لله سبحانه وتعالى وأن يحقق توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ترجمة نانسي قنقر